الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الكلمة دي بنقولها في كل صلاة وبنقولها بعد كل دعاء حتى اليهود بيقولوها في الترانين بتاعتهم اللي هي الصلاة بتاعتهم والمسيحيين بيقولوها في الصلاة بتاعتهم الكلمة دي هي آمين ومعناها اللهم استجب هتلاقي طريق نطقها نفسها في كل لوات العالم حتى الصينية والهندية لما نزلت سورة الفاتحة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى منها سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام قال كل آمين فقال سيدنا محمد آمين فهي ليست آية من سورة الفاتحة أما عن فضلها فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الرأي الأرجح أن نحن بنقولها بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين للحديث الشريف إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين في ليلة استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد ألح في المسألة والدعاء فقال صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فسأله رجل وبما يختم فقال بآمين ولكل من ينكر السنة النبوية الشريفة فإن كلمة آمين لم تكتب في القرآن الكريم وعلى الرغم من ذلك يقولها أكثر من مليار ونصف مسلم كل يوم في الصلاة فهذا يدل على صحة نقل الأحاديث الشريفة من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم وده معناه أن نحن نلتزم بالقرآن والسنة فكلاهما مكمل للآخر ومن المستحب أن يقول آمين كلا من الإمام والمأموم والمنفرد ففي الصلاة الجهرية تقال جهرا وفي الصلاة السرية تقال سرا وهي من إظهار شعائل المسلمين وقوتهم الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه هو بيكلم عن كلمة آمين بيقول إنها كلمة مستعربة وليست عربية يعني أصلها مش عربي ولكن استعمالها العرب حتى صارت مستعربة معروفة للعرب جميعا كل لغات العالم بتتفاعل مع بعض لأن الناس ثقافتهم مختلفة لما بيندمجوا مع بعض في مكان بيتأثروا ببعض وده بيأثر على اللغة بتاعتهم حدر خضراتكم بعض الأمثلة التوضيحية في اللغة الإنجليزية كلمة ألكول أصلها عربي من كلمة الكوحول وعندنا كلمة أدميرال أصلها عربي من كلمة أمير البحار حتى كلمة جس أصلها عربي من الفعل جس حتى كمان الأمثلة عندك مثلا معناها القشة التي كثرت زهر البعير وفي اللغة الفرنسية عندنا كلمة أليزو معناها حصان وفي اللغة الألمانية عندنا كلمة لمونادة اللي هي عصير الليمون وبالمثل اتأثرت اللغة العربية باللغات والثقافات المختلفة حدر حضراتكم بعض الأمثلة عندك كلمة بقصمات دي أصلها تركي ومعناها الخبز الجاف وعندك كلمة بيجامة وعندك كلمة بخت أصلهم فارسي خلاصة القول أن كلمة آمين هي دعاء السماء وهي أيضا دعاء المسلمين في كل صلاة وفي كل وقت جزاكم الله خيرا اشتركوا في القناة